بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة 3 Part 14 Flexural Design of Reinforced Concrete Beams and Slab Sections أول حاجة في عملية الديزاين عندي في أي منبر عندي سواء كان كاميرا عمود فونديشن لازم نبدأ نتكلم على According to ACI 318 Section 9.2 بيتكلم على إيه السكشن دوت بيتكلم على اللوتز اللي انت حتشتغل عليها إيه هي اللوتز لازم نعرف اللوتز اللوتز اللي موجودة على المنشأ بتاعك فأول حاجة عندي اللي هي الديد لوت والديد لوت دوت بيشمل اللي هو الوزن بتاع المنشأ بمعنى إن القيمة بتاعة الحمل اللي عندك بنختبرها حمل رأسي سابت في المقدار والاتجاه اللايف لودز وده مشكلة شوية لإنه بيعتمد على نوع الاستراكشر بتاعك واللايف لود بيتغير بمعنى إن أنا لو عندي مدرسة المدرسة ديت فيها مجموعة من الفصول الفصل دوت ليه لايف لود الكوريدور ليه لايف لود السلالم الموجودة لها لايف لود المكتبة اللي موجودة لها لايف لود إذن اللايف لود بيعتمد على الاستخدام وهو حمل متغير حمل متغير بمعنى عندك قاعة فيها تلامزة بعد القاعة بعد الحصة بيطلع الطلبة من القاعة اللي عندك فإذن اللود بيتغير اللي موجود عنده الويند لود وده غالبا بيبقى في حالة المنشآت العالية وده بيبقى لاترال لود يبقى احنا عندنا أنواع جرافتي لود اللي هي زي الدت وزي اللايف وفي لاترال لود لاترال أحمال عرضية زي الويند لود أو الارس كويك لود لما يبقى في حالة زلازل حمل الزلزال ده بيبقى لاترال اللي هو بعد كده بيتوزع على الأدوار اللي موجودة عندك طب في ايه تاني عندنا من الأحمال فيه اتش المقصود بايتش اللي هي البرشور أو الويت لود سيديو تو السويل أو الجراوند ووتر وده لما يبقى عندي ريتينينج وول وفيه السويل السويل ديت بيبقى لها تأثير على المنشأ ولازم ناخده معانا في الاعتباء اللي بعد كده اللي هو ما يسمى بإف وطبعا الرموز دي تثبت عندنا في المعادلات إف معناها البرشور أو الويت لود سيديو تو فليويت ويز ويل ديفايند دينستيز واند كنترول ماكسيمم هايت يعني عندي مية المية ديت لها ارتفاع معين اللي هو حنسميه القوة في الحالة ديت اف يبقى اف هو اللود نتيجة الفليويت اتش هو اللود نتيجة السويل ويت او الجراويند ووتر طيب فيه تي ايه هي التي دي دي بنقول عليها الافكت بتاع التمبراتشر او الكريب او الشرينكش او الديفرينشل سيتلمنت او الشرينكش كومبنسياتين يعني ايه الكلام دوت ان احنا ممكن يبقى عندنا احمال على سبيل المثال نتيجة تغير درجات الحرارة تغير درجات الحرارة بيخلق احمال على المنشأ اللي عندك والكريب نفس الكلام وطبعا الكريب خدناه قبل كده في محاضرة اللي هو زيادة التشكل مع سبات الحمل مع مرور الزمن اللي شرينكش بيحصل طبعا نتيجة ان الخرصانة بعد ما بيحصل لها عملية التسلط بيحصل لها انكماش فالحالة دي بيبقى فيه حمل اضافي على الكاميرا او على المنبر اللي عندك الديفرينشل سيتلمنت يعني لو انا عندي فوينديشن والفوينديشن دي حصل فيها سيتلمنت اكتر من الفوينديشن المجورة لها بيحصل لود ونفس الكلام في الشرينكيج كومبنسياتين اشتركوا في القناة